أفضل وهذه المرة مشاهدين نعود مجددا إلى سوق العمل في المنطقة وهل بالفعل استطاع هذا السوق أن ينتعش بعد مرور الأزمة المالية العالمية بكل هذا الوقت توقع أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط بيت.com عن إنشاط سوق العمل في المنطقة خلال أشهر الثلاثة المقبلة وأظهر التقرير تباعدا في توقعات التعيين المستقبلية في المنطقة مرجحا أن يشهد سوق العمل في السعودية والجزائر وعمان احتمالية أكبر للتعيين خلال العام المقبل من جهة ثانية احتلت دولة الإمارات في الاستطلاع المرتبة الأولى في جاذبية بلد الإقامة بصورة عامة وبنسبة 49% واحتلت سعودية المركز الثاني بنسبة 44% في حين جاءت قطر ثالثا وبنسبة 38% للمزيد من التفاصيل عن هذه الدراسة المساعة معنا في الاستوديو ضيفنا سيد عامر الزريقات وهو المدير الإقليمي في موقع بايت دوت كوم أهلاً ومرحباً بك أخبار إيجابية وهذا دليل الحمد لله اللون أخضر اليوم عكس السوق في الكويت أخبار إيجابية وخاصة فيما يتعلق يعني بأن العودة إلى سوق التوظيف مرتين أخرى ستشهد ربما ما دعنا نقول انتعاش يعني خاصة بعد مسامع دائمة أنه نسمع كلمة تفريشات وإقالات وغيرها ما الذي يعني تعتمدون في مؤشراتكم ومقاييسكم حتى تستطيع من الآن لثلاث شهور القادمة أن تصدوا هذه الأرقام أو هذه النسبة نعم حقيقة هذه الأرقام والحقائق التي اليوم سنشاركها مع الجمهور هي نتيجة أحد المبادرات التي قامت بها بيت.com بالتعاون مع يوغف سراج وإطلاق أول مؤشر من نوعه في المنطقة وهو مؤشر فرص العمل فهذه أول مبادرة وأول معلومات تهم البحثين عن عمل وأصحاب القرار في مجال التوظيف عن سوق العمل بحيث تعطيهم فكرة واضحة عن ما هي الفرص المتوفرة في سوق العمل وطبيعة الوظائف وما هي الأنماط التي يسلكها سوق العمل وهو مدى توجهات السوق من حيث الخبرات والكفاءات التي يحتاجها السوق فكانت نتيجة هذه الدراسة وأطلاق النسقة الأولى من هذا المؤشر أثبتت بأن أو أكدت أن هناك سوق العمل يشهد حالة حراك نشطة من حيث التعيينات حيث أبدأ 50% من أصحاب القرار والمهتمين بالمواد البشرية توجههم نحو زيادة عملية التوظيف خلال الشهور الثلاثة المقبلة هذا على المدى البسيط أو القصير ولكن كذلك على المدى الطويل أو المتوسط هناك نية إيجابية في عملية التوظيف تأتي هذه الأرقام حقيقة كدعم لمؤشر ثقة المستهلك الذي أطلقناه في الشهر الماضي والذي أكد أن هناك نسبة 48% من الباحثين عن عمل في منطقة الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام يرون هناك حالة من التفاؤل وإيجابية من حيث توفر فرص أكثر للعمل في المنطقة نعم يعني هناك يعني دعنا نقول مسعيا في هذه الدراسة الأول أنه احتمالية نفس الشركات توظف إضافة وهناك احتمالية تواجد فرص عمل جديدة في مناطق أخرى أين وجدتم الإقبال أكثر أو التوقعات أكثر؟ بشكل عام بمنطقة الخليج والشرق الأوسط والشمال الأفريقية بشكل عام هناك حالة ناشطة وهذا نتيجة كما قلت سابقا كنتيجة لثقة المستهلك أو مؤشر الثقة المستهلك الذي كان في الربع الثالث شهدنا هناك حالة ناشطة في مجال التوظيف فسوق التوظيف بشكل عام في منطقة الخليج في الإمارات السعودية قطر أو حتى في شمال أفريقيا شهد هناك ارتفاعا ملحوظا في عملية طرح الوظائف والإعلان عن الوظائف في هذه المنطقة في أغلب القطاعات وفي مختلف القطاعات يعني يذكر تقريركم بأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في جاذبية الإقامة يعني الكل يدرس أنه لدي فرصة في السعودية في الدبي على سبيل المثال أو في الإمارات وغيرها ربما في بلد من دول المغرب العربي يفضل الإمارات لماذا؟ كما يعلم الجميع بأن منطقة الإمارات وحتى في هذه الدراسة أيضا كانت السعودية وقطر تحت المراكز متقدمة نعلم بأن منطقة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام تتمتع بفرص العديد من فرص العمل ومن هناك البنية التحتية التي هي بحد ذاتها نقطة جذب واستقطاب العديد من الكفاءات سواء من البحثين عن عمل أو حتى من أصحاب العمل بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات التي اتخذت من دولة الإمارات ومن الخليج كمقر لها هي شركات عالمية وهذه بحد ذاتها تتيح فرص أكبر للتعليم والإكسبوجر وتطوير المهارات وبالتالي برأيي هذا هو بحد ذاته عام الجذب واستقطاب نذهب إلى القطاعات أو مجالات العمل التي تتوقعوا فيها التوظيف أيضا دراسة تشير بالنسبة المأوية أنه مثلا قطاع المصارف يهم الجميع 2-3% ربما سيستقطب عماله الاتصالات 31% البناء 28% بالإضافة إلى أنه حتى الكفاءات الموجودة عندهم لن يتم الاستغناء عنها نعم نعلم أنه بنهاية الربع الأخير من السنة الماضية وبداية الربع الأول كان هناك حالة من التصحيح يسودها سوق العمل في مختلف القطاعات وبالذات كان في قطاع الهندسة وفي قطاع المصارف حيث هناك نعلم أنه بالفترات السابقة وفي أرقام وفي فترات النمو المضطردة كان هناك ندرب الكفاءات ولكن في ظل هذه الأزمة الاقتصادية كان هناك حالة من التصحيح في ظل استقطاب الكفاءات سواء من الكفاءات الموجودة في منطقة الخليج أو حتى من الدول الأوروبية فبالتالي هذه القطاعات هي قطاعات نلاحظ أرقام النمو هي عالية جدا في قطاعات الاتصالات وفي قطاعات البنوك والمصارف فهذه القطاعات بقيت ولا زالت من أهم القطاعات التي تستقطب العديد من الكفاءات وفي عملية التوظيف إذن يتبقى الذين فقط أن نرصد العينات التي أخذتموها محطة الدراسة هل كانت من أرباب العمل بشكل مباشر أم ربما من المتمكنين بأصحاب القرار أكثر؟ نعم هذه الدراسة شملت أكثر من خمس ألاف من المهتمين بالموارد البشرية ومن أرباب العمل الذين لهم دور فعال في عملية التوظيف فهي شملت أكثر من خمسة ألاف سواء في منطقة الخليج أو في منطقة الشرق الأوسط وهذا هو نتاج هذه الدراسة أنه خمسين بالمئة اليوم من أصحاب العمل والمهتمين يؤكدون بأن هذه الأشهر الثلاثة القادمة وبدأة الربع الأول من العام القادم ستكون حالة ناشطة وإيجابية بالنسبة لسوق العمل نتوقع أن تكون أداء